أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المثمر في المجالات كفة وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ لا سيما وأن مصر ستتسلم رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ في دورته 27 من الجانب البريطانية وخلال استقباله ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أعرب مدبولي عن تطلعه لاستمرار العمل والتنصيق مع مملكة المتحدة خلال هذه الفترة وصولا إلى كوب 27 في مدينة شرم الشيخ هذا وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للمملكة المتحدة على نجاح المؤتمر مثمنا الجهود المبذورة لإخراجه بشكل أفضل إلى نتائج إيجابية ومن جانبه تقدم ألوك شارما بالشكر لمصر على التعاون والتنصيق المستمر مع بلاده أثناء إصدافاتها الناجحة لمؤتمر الأطراف كوب 26 مؤكدا على استعداد المملكة المتحدة لتقديم الدعم إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27